من اشهر الهواتف المحمولة المقدمة قبل شركة سامسونج الفئة المتوسطة هي سلسلة الاي 50 هذه السلسلة صراحة احبها كثير لدرجة انه اهتم في موضوع المراجعات لهذا السلسلة فسامسونج قررت هذه السلسلة ترجع بتصميم او يعمل انه خوية جديدة اقوية ويquisها انهم املي المصلات قلت لديهم حدث قال اي في انه ايت هنا الله تماما ما عندي اي ملاحظة فيها. تراسق جميل صراحة بالتصميم الجديد هذا. ما بين الكاميرات على الشاشة المسطحة على الجهن الفلبية. ففي تراسق جدا 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 جميل. نظام استيريولي السماعات وما السماعات برضو موجود. فا جميل صراحة جميل جدا صراحة من ناحية هوية التصميم الخاص فيه. انا اشوفه جميل. اه الجهاز تراع الفكرة تمانين فاصلة اتنين ومتين واثنين جرام. لانه يملك ما شاء الله بطارية بسعة الخمس سنة في ميلي امبير. بطارية جدا جدا امتادة من حينها. وليكن ممكنك في مدنيها ليوم يومين ما عندك اي نشكل. لكن يجب ان يتميز على حسب استخدامك. لا ترى شوي للشاشة. حتى الشاشة معطينك شاشة جميلة. ستة فاسة عاربين سبور امبيرت. مية عشين الف نتس. ما شاء الله تبارك الرحمن. وهذه يعني يعني يعطيك في الملتي ميديا في الجيمينج في التصبح في الانعاب وغيره. اللي انت تبغاه من ناحية الصوتيات. وبل حتى ايضا من ناحية الشاشة. شاشة جدا جدا جميلة. عبك يا جراميها بصمة. ما انت رأيت ملاحظات فيها. كل شيء يعمل بالشكل مه. طيب. الاداء. انا اتكلم عن جهاز جميلة معالج الجديد خاف بسامسونج. الاكسونس الف وثلاثمائة وثمانين. بطارية الخمسة النانوميتر. الان هذا الجهاز مع المهام اليومية. المهام متوسطى. امورك جدا في السريب. ما عندك اي ملاحظات فيها. تقريبا تذكرني باداء الاي ففتيتو. فما عندي اي ملاحظات في الاداء الخاص بهذا الجهاز. من ناحية الرسوميات. من ناحية الالعاب. من ناحية هذه. نعم. الجهاز اه كان قادر على الشيء. وخاصة عنه. الميع الشيهات ما شاء الله مع الالعاب. ستكون امورك جدا جدا اه في السريب. والجميل في موضوع واجهة الوان يو اي 5.1 على الاندر 13. فيها خصائص. الى الليل ما شاء الله تعلم. فحبت هذا الجهاز. مع هذا الواجهة والخدمات التي تقدمها في سامسون. فمو بس ملتي ميديا و جيميك. حتى مسألة انتاجية. يعني ضد الخصائص اللي حطتها سامسون في هذا الجهاز هو الويس فوكس. هذه الخاصية باختصار. انه تحرص على تثبيت الضوضاء وتعديد الصوت اثناء المكالمات الصوتية او المرئية. وتعطي الصوت اكثر وضوح بجودة عالية. حتى لو كنت في مكان في ازعاج. او اللي حواليك في ازعاج. طيب. البطارية خمسة عالف مليون بير. فما رفضت كنبية. لان نستطيع اننا البطارية ممتازة على تناسق ممتاز في الهارد وير والسوفت وير. مع البطارية اهم شيء اهم شيء. ما يهم الرقم اذا ما في تناسق ممتاز. فهذا التناسق خلناها على البطارية هذا الجهاز ممتاز. الكاميرات عندنا 50 ميجابيكسل فاتحة 7.8. او تو فوكس ومثبت بصل. والاترو و 12 ميجابيكسل فاتحة 2.2. وماكرو 5 ميجابيكسل فاتحة العسل 2.4. طبعا الكاميرا الخفية يعني اتمارات الخفية تطيق 4K الى 30 ميجابيكسل. الكاميرا الخفية هي 32 ميجابيكسل. والجميل في الموضوع انه فتحة ما شاء الله كويسة. 2.2 وعدسة واسعة شوي. فبالتالي نوتا فالصورة انتو زميرك فعنا انك ينشاكل من خلال هذه الكاميرا. خلنا نبقى الصور. وانتعطى رأيك في خلال التاريقات. اذا. نصني تحديثات من ناحية الشاشة. يعني كثير من الموقات الحصارية هذا الهاتف محمول في هذه السلسلة العظيمة. جهاز بسعر منافس. اذا حبيت رأيك في الرابط موجود في خاص الوصف. تريد عن ذاك الخرجية. فانا لو تبقى ترفع على واحد تيرا بايت فما عندك هيت مشاكل. شوفك ان شاء الله مع السلامة.